بتبقى قصتنا ببنت اسمها ساكورا وكانت راجبة حافلة ورجع لبيتها بس بتشوفها على طريق ناس بتحرقوا بنار زرقة وبيكون في شخص واقف في النص وهو اللي بيحرقهم فبتنزل ساكورا بسرعة من الحافلة عشان تروح تشوف اللي بيحصل وبتلاقي في شورتي موجود قدامها فبتاخده معاها ولما بتروح هي والشورتي عند المكان اللي شافت الناس بتتحرق فيه مش بتلاقي في حاجة موجودة اصلا فبتعتقد ساكورا انها كانت بتتخيل اللي شافته ده وفي اليوم اللي بعده بتكون ساكورا راحت المدرسة وبتقابل هناك صديقتها اوبا وبيروحوا الفصل بتاعهم عشان يبدأوا اليوم الدراسي وبتقول لهم المعلمة كنتا ان فيه طالب جديد هينضم ليهم والطالب دوت بيكون اسمه اوجامي واول لما بتشوفه ساكورا بتكون حاسة ان هو دوت الشخص اللي شافته مبارح كان بيحرق الناس فبتضل ساكورا تريب اوجامي طول اليوم عشان تكتشف حقيقته وراق وايس لحد لما بيختفي من قدامها وبتروح ساكورا الحديقة وبتأكل كلب كده هناك وبتكون عارفة الكلب دوت وبتأكله دايما بس بيكون الكلب اللي بيخاف منها ومش واخد عليها وفي الوقت دوت بيكون اوجامي جاء عندها والكلب كان واخد عليه وبيلعب معاه فبتشوف ساكورا ان اوجامي شخص لطيف وبتبدأ تتراجع عن فكرة ان اوجامي هو الشخص اللي شافته مبارح المهم اللي بيسألها اوجامي هو الكلب دوت ملهوش مالك فبتقوله ساكورا ان الملك بتاعه كان راجل فقير وفيه عصابة اسمها السقرة قتلت الراجل ده والعصابة داية مشهرة بالفساد ومفيش حد عارف يوقفهم حتى الشرطة بتعمل نفسها مش عارفة حاجة عن العصابة دي فبيقول لها اوجامي احنا ممكن ننتقم من العصابة داية من غير ما نحتاج للشرطة ونواجه الشر بالشر بس بتكون ساكورا مش حبة فكرة انها هتموت الاشرار بسبب انهم فاسدين وفي اليوم اللي بعده في نهاية اليوم الدراسي بيكون الكل ماشيين وبيكون اوجامي بتكلم في التلفون مع حد وبيقول لها اتخلص منهم كلهم النهاردة نروح بقى لساكورا وهي قاعدة في الحديقة مع الكل وبتشوف عصابة السقر مسكة واحدة وشغالين ضرب فيه فبتيجي ساكورا عندهم وبتقول لهم سبو في حاله فبيجي عندها رئيس العصابة بيقول لها احنا بندور على اصدقائنا اللي اختفوا هنا فبيقول لهم ساكورا وما اختفوا من يومين فبيقول لها رئيس العصابة شاكرك انت عارفة اصدقائنا روحوا فين وبيقول لها العصابة بتاعته يمسكوها عشان تقول اللي عندها بس لما بيجي حد يلمسها بتضربه لان ساكورا بيتمارس الفنون بكتالية اصلا بس بتلموا كلهم عليها في الاخر وبيبدأوا يضربوا فيها وبيربطوها وبيطلبوا انها تقول اللي عارفاء وفي الوقت ده بيتدخل الكلب عشان يدافع عن ساكورا بس بيضربوا العصابة جامد وبيكون الكلب بيطلع في الروح خلاص فبتحاول ساكورا تحمل الكلب من العصابة بس بيضربوها العصابة تاني وبيكون في الوقت دوت أجام يجي عندهم وبيقول لهم الشر لازم يتحارب بالشر وبيخلع الكفاز اللي على ايده وبيمسك واحد من العصابة من وشه وبيحرقوا بالنار الزرقى فبتحاولوا العصابة كلها توجم عليه في نفس الوقت بس بيحرقهم أجام كلهم في غمضة عين وبيروح أجامي عند ساكورا وبيمسكها من وشها عشان يحرقها هي كمان بس بتصحى ساكورا وبتلاقي نفسها موجودة في البيت بتاعها ويكون مستغربة انها ازاي لسه عيشة ونرى بعد شوية ليه ساكورا ما ماتتش على الرغم انه أجامي حاول يحرقها المهم بتروح ساكورا عند بابها ومامتها بيقول لهم انا ازاي جيت البيت هنا فبيقول لهم احنا لقناك موجودة قدام باب البيت بعد كده بتروح ساكورا لمدرسة بتاعتها ولما بتدخل الفصل بتلاقي اجامي موجود فبتحاول ساكورا تتكلم مع اجامي قدام الفصل كله على اللي حصل للتنبارح فبيقول لها اجامي انت بتتكلم على ايه انا مش فهم اصدق فبتخاف ساكورا تكمل كلامه حسن اجامي يحرق كل اللي موجودين في المكان فبتستنى ساكورا لحد لما اليوم الدراسي يخلص وبتمشي ورا اجامي وهو مروح للبيت بتاعه وبتوقفه وبتقول لها انا فاكرة كويس انك حرقت العصابة واتحاولش تخبل اللي عملته دوت فبيقول لها اجامي ايه وانا فعلا حرقتهم فبتقول له ساكورا هو عادي تحرق الناس كده ومش حاسس باي زند فبيقول لها ده شغلي انا بحرق الناس الاشرار اللي زي دول بس اجامي بيكون بموت الاشرار اللي الشرطة مش عارفة تتصرف معاهم يعني الاشرار اللي الشرطة بيكون عرفاهم وبيسوبهم هو بيموتهم فبيقول لها اجامي خليك في حالك وما تدخليش في شغلي وانت لو مش عينة ندرة زماني كنت موتك دلوقتي عشان أجامي بيحرق الناس اللي بتعرف حقيقته برضو وقصده بالعينة الندرة هنا ان ساكورا عندها قوة خاصة وهي مش عارفة والقوة اللي عندها دايب بيخلي قوة أجامي مش بتأثر فيها يعني أجامي لو حاول يحرق ساكورا مش هيعرف عشان عندها قوة بتحميها وده السبب ان ساكورا لسه عايشة لحد دلوقتي وما تحرقتش لما أجامي حاول يحرقها المهم بالله أجامي أنا هرقبك عشان لحوال تتعرفي أي شخص عن حقيقتي أنا هموت الشخص دوت مهما كان مين وبعدين بيمشي أجامي وبتروح ساكورا لبيتها وفي اليوم اللي بعده بتكون ساكورا رايح المدرسة وبيكون أجامي مستنيها عند البيت بتاعها عشان يروح معها المدرسة ويقدر يرقبها وبعد لما بيروح المدرسة وبيخلص اليوم الدراسي بيكون أجامي جاي بحاجر ساكورا والحاجة دي بتكون جروة صغير والجروة دوت بيكون ابن الكلبة اللي كانت بتحاول تحمي ساكورا من العصابة ولكن الكلبة ديت ماتت بسبب ان العصابة ترابتها فبتكرر ساكورا ترابت هي الجروة دوت عشان ملهوش حد دلوقتي وبعدين بيمشي أجامي عشان عنده مهمة يعملها وبتكون ساكورا ماشي وراه عشان ترقبه وبيدخل أجامي شقة كده وبيكون في عصابة بتبيع ممنوعات وعملين جرائم قتل قبل كده وبتكون ساكورا دخلت معي برضو عشان تشوفه هيعمل ايه فبيروح اجامي من العصابة لأجامي انت ميني وبتاعمل ايه هنا فبيقول له انا جيت عشان اموتكم فبيقول له الراجل للأصابة مراهج زيك هيموتنا كلنا وحلعب بعيدة شاطر فبيقول له اجامي انا اهريك اللعبة دلوقتي وبيمسك اجامي رئيس الأصابة بتاعهم وبيحرقه فبتحاول بيات العصابة توقعهم عليه بس طبعا بيخلص عليهم كلهم وبتكون ساكورا عايزة توقفه عن اللي بيعمله بس بتكون مش عارفة تعمل ايه بعد لما بيخلص اجامي عليهم كلهم بيقول ساكورا الجاية البيت جندي دلوقتي انا رايح اكمل المهمة بتاعتي وبيروح اجامي عند شخص قاعد في عربية والشخص ده بيكون طبعا لأصابة واول لما بيشوف الشخص دوت اجامي بيهرب بسرعة بالعربية بتاعته بس بيروح اجامي وراب عربية وبينط على العربية بتاعت رجل الأصابة وكان لسه هيموته بس بيلاقي ان فيه طيارة جن وبينط من الطيارة واحد اسمه توكي وده بيكون شغال مع اجامي في المنظمة بتاعته المهم بيستخدم توكي قوته بيرفع العربية في الهواء وبيدمرها كليا وبنعرف ان فيه منظمة سرية في الحكومة للأشخاص اللي عندهم كوة خاصة واجامي و توكي شغالين في المنظمة دي وفيه كم واحد تاني شغال معاهم هنتعرف عليه بعد شوية المهم توكي بينضم للفصل اللي موجود فيه اجامي عشان يشتغلوا مع بعض في المهمات الجاية ولما بيجي اللات بيكون اجامي رايح مهمة وبتكون ساكورة ماشي وراه عشان تتأكد انه مش هيموت حبد تاني لانها مش عجبها اللي اجامي بيعمله المهم بيروح اجامي عند مبنى كبير كده وبيكون توكي هناك ومستني عشان يدخلوا هما الاتنين للمبنى ده بيستخدم توكي قوته عشان يفتح الباب بتاع المبنى وبيدخل هو اجامي وبتكون ساكورة معاهم وبيكونوا رايحين المكان ده عشان عندهم معلومات بتقول ان فيه تجارب غير شرعية بتتعامل في المكان ده لما هما بدخلوا هما التلاتة للمكان ده وبدخلوا قوضة كده وبيلاقوا ان فيها اطفال كتيرة جدا وشكل الاطفال دول عندهم قدرات خاصة وفيه حد بيستغلهم وبيعمل عليهم تجارب وبعدين بيكملوا هما التلاتة ماشي في المكان ده عشان يعرفوا مين اللي بيعمل كده ويدخلوا بعدها غرفة شبه المستشفى وفيها سرير ومعدات عليهم دم وفي الوقت ده بييجي عندهم رئيس المكان ده والمسؤول عن التجارب اللي بتتعامل على الاطفال وبيكون معا شخصين عندهم قوة خاصة عشان يحموه وبيكون الشخصين دول واحد فيهم عنده قوة الماء والتاني عنده قوة تحويل اي حاجة لحجر فبيهرب توكي ومعا ساكورة بس بيكون الشخص اللي بيحاول الحاجات لحجر بيجري وراهم بيحاول يحجرهم وبيكون الشخص التاني بيتقاتل مع أجامي وبيلوح السوكي ان الشخص دو شاير شنط غريبة كدا على دهره فبيبدأ توكي يهجم على الشخص ده عشان يوقع الشنطة دية منه وبيقدر فعلا يوقع الشنطة دية من على دهره ولما بتوع الشنطة دية بيخرج منها طفل من اللي عندهم قوة خاصة وبنعرف انهم بياخذوا الأطفال اللي عندهم قوة خاصة عشان يمتصوا منهم قوتهم ولكن مع الوقت لما بيمتصوا قوة الطفل بالكامل الطفل دوت بيموت المهم Waytoke الشخص اللي عنده وبيكون أجامي حرق الشخص اللي عنده كمان وعدا بيمسك الرئيس بتاع المكان دوت وبيحرقه وبكده بيكونوا موات الأشرار اللي موجودة في المكان كلهم وأجامي بيتسال على المنظمة بتاعته عشان تيجي تاخد الأطفال اللي في المكان عشان يودوهم مكان آمن ويخلوا بالهم منهم وبكده أجامي وطوكي انتهوا من المهمة بتاعتهم وفي اليوم اللي بعده بيروحتوك عند الرئيس المنظمة اللي شغال فيها عشان الرئيس كان عايز يتكلم معاه شوية بس بيكون هما الاتنين مش طيقين بعض بسبب مشاكل بينهم حصلت في الماضي نروح بقى الأجامي وكان ماشي هو وساكورة رايحين للمدرسة وما بين وهما ماشيين في واحدة بدراجة نارية بتيجي عندهم وبتكون اسمها الأميرة ودي بتكون شغالة مع أجامي في المنظمة بتاعته وبتتكلم الأميرة مع أجامي على انفراض عشان بيكون جاباله رسالة من رئيس المنظمة لما بتخلص الكلام مع أجامي بتسيبه وبتمشي وبعدين بيكمل أجامي وساكورة طريقهم وتكون ساكورة مبسوطة انه أجامي عنده أصدقاء وبتقوله كون صدقات برضه في المدرسة عشان يكون عندك أصدقاء كتير وبقول له انا جاي المدرسة هنا عشان الشغل بتاعي مش جاي عشان اكون صدقات ولما بيدخل الفصل بتاعهم بيلاحظ أجامي انه كل الفصل بيتصرف بطريقة غريبة وبيكون شاكك ان ساكورة قالت لكل الفصل على حقيقته ويفضل بكل يتصرف بطريقة غريبة كده طول اليوم حد لما أجامي بيخرج عشان يروح الحمام وما بينه هو راجع عشان يدخل الفصل ساكورة مش بترضى تدخله وبتقول له استنى هنا شوية وبعدين هندخل لكن بيدخل أجامي بالعافية برضه وبيلاقي ان الفصل كله عمله حفلة استقبال لانه هو لسه طالب جديد وكانوا طول اليوم بيجهزوا للحفلة دي وهو كما فكرهم انهم عرفوا حاجة عنه وبعد لما بتخرس الحفلة بيكون أجامي وساكورة قاعدين على سطح المدرسة وبايت الطلاب لسه قاعدين في الفصل وبيشوف أجامي ان في مجموعة من الناس بتكتحمل مدرسة فبيزل أجامي بسرعة عندهم وبيكون الناس دي فيه شخص بيسيطر عليهم وانا اعرف بعد شوية مين الشخص ده المهم بيبدأ أجامي يهجم عليهم واحد وراء الثاني ويستهلك أجامي قوة ببيرة جدا في الكتال وبيسبب دوت في ان أجامي بيتعب وبيكون مش قادر يكمل كتال فجأة بتيجى عندهم المعلمة كندة وبيتضح انها شغالة مع أجامي في المنظمة أصلا وبتبدأ المعلمة تحمي أجامي وسكورا ولكن بيكون عددهم كبير جدا وبيكون في شوية من الناس زيات رايحين عشان يدخلوا لمدرسة عشان يموتوا الطلاب اللي موجودة فيها فبيجروا أجامي بسرعة وبيقف قدامهم بيحاول يموتهم كلهم عشان يحمي أصدقاء قد في الفصل ولكن وسط ما هو بيموتهم بيتعب أكتر ومش بيقدر يتحرك حتى وفي الوقت ده هو بيظهر واحد جديد من الشغالين مع أجامي في المنظمة وبيكون اسمه يوكي بيهكم يوكي على بيت الدخلاء دول وبيكون يوكي القوة بتاعته هي السوق وعدها بيجي واحد تاني شغال معاهم في المنظمة وبيكون اسمه هبكي وبيستخدم هبكي قوة خيوت الدوق بتاعته وبيخلص على بيت الدخلاء اللي موجودة في المكان وبيكون أجامي أغمى عليه والسبب ده إن الشخص اللي بيكون عنده قوة خاصة لما بيستخدم الكوة بتاعته كتير بيتعب والتعب دوب بيختلف من شخص الاخر وهنفهم معنا الكلام ده اكتر بعد شوية المهم بتقول كندل ساكورا انه خلال يوم هيرجع لطبيعته تاني بس لازم يروح مكان تاني ايمن لحد لما يقوم اجامي فبتقول لهم ساكورا تعالى عندي البيت فبيروح فعلا عندي البيت بتاعها وبتكون ساكورا عندها عائلة كبيرة جدا كلهم عايشين في بيت واحد المهم بتقول ساكورا للعائلة بتاعتها ان دول اصدقائها بيعودوا معها لحد بكرة فبتخذهم والد ساكورا لغرفة الديوف وبتقول لها والدتها ان فيه صديق لها جي الصبح هنا وهو قاعد جواه ومستنيها وبتكون قصدها على توكي وبيكون توكي بقى شكله طفل صغير والسبب جدا انه كان فيه مهمة لوحده واستخدم قوته كتير جدا وده خليها يتعب ولما تعب توكي تحول لطفل اكسه اجامي لما تعب فقد الوعي وده اللي كان قصد عليه ان التعب بيختلف من شخص الاخر المهم بيروح كلهم عشان يكلوا وبيقض وقت مع بعض لما بيجي الصبح بيكون ساكورا نايمة ووجامي بيكون صحي وراجع لطبيعته وبيتمشي اجامي في البيت شوية وبيقابل والد ساكورا وبيديره والد ساكورا السيف بتاعه وبيطلب منه انه يحمي ساكورا مهما حصل في الوقت ده بيسمع صوت انفجار في المكان وبيخرج اجامي بسرعة عشان يشوف ايه اللي بيحصل فبيلان فيه واحد اسمه هيتومي واقف وبيكون شاك ساكورا معاه وهيتومي دوت اللي كان بيتحكم في الدخلاء بتوع المدرسة وكمان هيتومي دوت كان شغال مع اجامي في المنظمة في الماضي ولكن هيتومي عمل انكلاب على المنظمة وبقى عدوه لها واختفى المدة كبيرة ولسه راجع دلوقت تاني المهم بيجي يوكي وبيحاول يهجم على هيتومي ولكن بيصده هيتومي الدربة بتاعته بكل سهولة وبيضرب هو يوكي وبيطيره وبيحاول اجامي يهجم عليهم بس ما كانتش عارف يلمسوا حتى وشاكل هيتومي دوت عنده قوة اكبر من كل اللي موجودين في المنظمة اعترى هيتومي دوت عايز ايه منهم وايه هي حكايته وليه القلب على المنظمة في الماضي هنعرف كل دوت في الجزء التاني ان شاء الله سلام